وشهدت جبال الألب النمساوية تساقطا غير مألوف للثلوج في وسط فصل الصيف حيث انخفضت حدود تساقط الثلوج إلى أقل من ألفين متر فوق سطح البحر وتراوحت كميات الثلوج المتساقطة بين المناطق المختلفة حيث سجل تراكم حوالي 13 سنتيمتر في مناطق مثل جبل جولوز جولوكنا ومنطقة التسلج صوزين وتيزينيوخ وقد أثارت هذه الحالة الجوية الغير مألوفة حيرة ودحشة بين المتنزهين والسياح الذين يتوقعون أجواء مشمسة ودفئة في هذا الوقت من العام والنزعة، غير متزح الكثيرا سهل حيث ليستم تشأèse لهم ونحنا جمسا ستبعون ناوى ومنطقة ونحنا رزيز إلى هنا العام وثرت يزل جداً من الحظ ومنطقت جزد معاً وكان زينيризم الأمر مساعدت ها على علمان تلاسك تساقطًا ثلاثين الأفل نساعدت في عزل الأخلاً عن المناطق ستلك الأشخطة الجهيبلية ثلاث تحديث المناطقش المناطقش من المنطقش الموضوع كانت هذه نشرتنا لهذا اليوم والمزيد من التفاصيل لا تنسوا تحميل تطبيق انفقرات على هاتفكم كنت معكم أنا بثينا سلام ومسيحة سعيدة وإلى اللقاء